أخي الحبيب هل تريد أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة ألفي سنة من الحسنات بل خمسة آلاف سنة بل عشرة آلاف سنة اسمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه شيخون الألباني أن الحبيب المصطفى صلى عليه قال من غسر يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام واستمع ولم يلغم له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها يا الله على هذا الفضل فيها فضل يخونا أعظم من هذا الفضل يكون ابن خزيمة وكثير من أهل علمي ما رأينا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ثوابا من هذا الحديث من غسل واغتسل يكون ابن عثيمين أي من غسل جسده ثم اغتسل كالحدث الأكبر وقال الألباني أي من اغتسل كالغس الأكبر من الجنابة وفعل زوجته كذلك وبكر وابتكر أي خرج مبكرا ومشى ولم يركب ودنى من الإمام واستمع ولم يلغم له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها تخيل لو مشيت عشرة آلاف خطوة عشرة آلاف سنة صيام وقيام في ميزان حسناتك يوم قيامة طيب لو رجعتك ذلك مشيت ألفي سنة أو خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة في ميزانك يوم قيامة تبتخيل أخذت صديقك من أصدقائك تبتخيل أخذت عائلتك زوجتك وأولادك تبتخيل لو نشرت هذا الكلام عبر الواتساب أو الفيسبوك وأحد إخوانك فعل هذا لك أجره يوم قيامة فالدال على الخير كفاعله فأسأل الله سبحانه وتعالى يخونا يعني بقدر اللي كان أن تفعل هذا الحديث ولو مر واحدة في العام أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم فأسأل الله سبحانه وتعالى من نشر هذا الكلام أن يفرج الله همه وأن يكشف الله سبحانه وتعالى غمه وأن يجمعه مع النبي المصطفى وأن يجعل هذا المقطع صدقة جارية على والدي رحمه الله وعلى جميع المسلمين وأن يتقبل مني ومنكم